مسلسل عفك الخاطر الحلقة الخمسة والصور من جوة الحلقة تبدأ الحلقة بهبة كانت بتتكلم مع أمها فاطمة في موضوع أحمد وبتقول لها أن الأول كانوا أصحاب لكن دلوقتي وعايز تقدم لها وأنهم بيحبوا بعض من خمس سنين حب بريد أمها بتقول لها خلاص نتكلم في الموضوع ده لما نروح وبتقول لها كمان وعايز يجي تقدم لها أما بالنسبة لسليمان فقاعد قدام مامته عايز يتكلم ومش عارف يتكلم كل شوية يقول لها ماما ويسكت أمينة بتضخ وبتقع وبيجي ابنها بيقول لها مالك لكن بتقول مفيش حاجة لكن طبعا الخديمة مش بتسكت وبتقول لها دانا كانت هنا وجات وفتحت الباب علينا وهزقت وهانت أمينة فطبعا أول ما بيسمع كده بيقول والله ما عاسبها وطبعا بيروح علشاء قادر يتخانق معاه وأمه بتحاول تلحاق عشان المشاكل طبعا بتسمع صوت أخوها بينادي عليها بتخاف جدا لكن أمها بتنزل وبتقول لها عايز إيه ورني مرجلتك ورنيها تعمل إيه بالزبط وبامد إيدك عليها كده وبتنادي عليها أول ما بيشوف أخته بيضربها وبيقول لها إزاي تتعلم الأدب وتتكلم مع أمي كويس وكمان كانت بتهدده بس ما بتقول إنها هتدخله السجن لو ضرب البنت فضل يضربها وطبعا كانت أمينة بتحوش وبيدخل مبارك وأول ما بيشوفه بيضرب أخته بيضربه بالألم وبتتخض جدا أمينة بعد كده بس ما بتطردهم على برة بياخد أمه وهو طالع بتقع منه ويوديها المستشفى على طول أما بالنسبة لسليمان قاعد بيتكلم مع أمامته لكن كل شوية مترادد إنه يقول لها ويصرحها وبتقول له إنه هو بيعرف بنات كتير ويش معنى دي وبلش تلعب ببنات الناس لكن هو مصر على دي بالذات وقال لها إنه هي حامل مني ده اللي خلاها طبعا متعصبة جدا وأول ما جوزها سالم دخل بتقول له البنت طلعت حامل من ابنك وإحنا معرفناش نربي بعد كده منلاقي بسمة بتتكلم مع دانا بنتها وبتقول لها إنها أخدت حقها وبتقول لها شطرة إنك أخدت حق أمك وأنا كمان مش هسيبك وحاخد حقي من الناس دول وبتروح تتكلم مع مبارك وتقول له خد حقي منهم وحقي بنتك بعد كده بتتقدم هبة علشان خاطر تشتغل مدربة في مركز الغوص وطبعا أول ما بيشوفها جراح بينبسط جدا وبيمضل عقد بالنسبة لنادة قعدة طبعا في بيتها وبتقدم أكل الجزهة عبارة عن شربة بطاطس بيقول لها شايفاني نباتي فين الأكل فين الإدام فين اللحم بتقول له مفيش حاجة ديني فلوس وأنا أجيب لكن طبعا بيقوم عشان خاطر يتخانق معاها وبيمدي إيده عليها وبيضربها قدام البنت وبتقول له إنه هو بقى مكروه جدا وأولاده مش بيحبوه وبيتعوزوا بالله أول ما بيشوفوه وبيهربوا على أولادهم عشان بيخافوا منه وكل ده طبعا حصل قدام بينهم شهد بيدخل صالح وبيلايهم بيتخانق وبيقول لها يا ماما وحط العباية عليك وتعالي علشان ست تعبانة جدا في المستشفى فبتروح بسرعة بعد كده منلاقي إن طبعا فاطمة قاعدة مش عارفة تعمل إيه وبجوزها بيقول لها إن شاء الله هنلاقي حل بتتصل بيها منيرة وتقول لها أمك في المستشفى تعالي أما محمد فقاعد مع أمه العمالة بتقول له إن مراتك دي ما عندهاش دم وإزاي تسيبك في وقت الأكل وتمشي وبطبعا عمالة بتقوي عليها بتلاقي مبارك قاعد ومددق جدا ومدرب ابنه لكن بس ما بتقول دول عيال ما تربوش والمفروض إن انت ملكش غيرنا وإحنا اللي بنقى في جنبك وهم نسيينك وأمهم كرهتهم فيك بتتخانق ملاك مع جوزها جراح علشان خاطر جاب بنت تشتغل في مركز الغص بينما محمد بيتكلم مع شاهده بيقول لها بتحبيني ولا لأ قالت له ايوة طبعا انت أبوي قال لها يعني بتحبيني عشان أبوكي ولا عشان خاطر أنا كويس قالت له طبعا عشان لتنين وكانت خايفة منه جدا لا يضربها أو يعمل حاجة طبعا في المستشفى كلهم قلقانين ونادا كانت عايزة تعرف إيه اللي بيحصل بالزبط وممتها إزاي وقعت كده ودخلت سألتها وقالت لها إيه اللي حصلت بالزبط لكنها قالت مفيش أي حاجة بس شوية تعب بسيط لكنهم قصروا يغرفوا لكنها طبعا ما قلتش الحقيقة ودارت عنهم الحقيقة هتضطر تقعد 24 ساعة في الملاحظة بالنسبة الجراح بيتكلم مع مراته ملك وبيقول لها إزاي تتكلم معايا كده قدام أهلي بتقول له إنها مش عايزة البيت دي تشتغل وخاصة إنها ما تعرف فقط وفاء صاحب التهبة بتوصل الكويت وبتيجي طبعا تسلم عليها وبتيبقى فرحانة جدا بوجودها وكان هما موجودين في البيت ومستنيين خروج جدتهم من لايه بعد كده أحمد بيتكلم مع أبوه هو وملاك بيجي فهمه من البنت دي لكن بيرفض يقول وبيقول لهم خروجه بره ملكوش دعب شغلي بسمة فرحانة جدا ببنتها إتنها وقعت أمينة وراحت المستشفى ومبسوطة جدا بتقولها عافية عليكي وانت كده بنتي حبيبتي أما مبارك فبيسأل مونيرة اللي كانت جاية تاخد بعض المستغزمات لممتها وبتقول إن ما ميتها السكر علي عليها وتعبانة وفي المستشفى هتقعد 24 ساعة في الملاحظة ودي كان ملخص الحلقة الخامسة بمسلسل عفك الخاطر ما تسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد أشوفكو على خير باي باي